في النهاية الامور بتبقى صعبة حضور الالترس نهائي منطقة القاهرة بين الالي والشمس ده 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 الماشي ده شغال وحضر الالترس طب افتحه لحد يقول لي اي حاج حضر وخلاص حضر ومتين واحد تمام هو دي قوعة في النادي الاهلي صلاة في النادي الاهلي والماتش ممنوع من الجمهور ودخلوا المتين واحد طب ومين واحد بس يتكلمني صلاح بس يتكلمني ومين يا صلاح اللي دخلهم حفيا طب هو برضو سؤال مهم الماتش تكمل يعني الماتش بتلعب طب مهمتش بجمهور المفروض يعني الماتش بدون جمهور المفروض ما يخش النهاردة متين واحد لفريق مثلا زي فريق الاهلي الفريق الفريق المنافس مش هيلعب عشان ما يحصلش اشتباكات اكتر طب عطلنا حد من الاهلي او حد او حد من اتحاد السلة يعني نكلمه يعني ريت لو حد بس يعني يشرح لنا القصة مش عايزين نتكلم في قصة احنا مش فهمنا ولكن انا الحياة مبارح اتكلمت في قصة دي وبهدوء شديد وقلت النهاردة ان احنا بالنادي وهي الخنائة الكبيرة والكيكة الكبيرة ويعني القط الكبير زي ما بيقولوا هو كورة القدم المصرية وعودة الجماهير وعودة الالتراس لقى المدرجات وقلنا ان القصة دي محتاجة التزامات ومحتاجة بروفات معينة خصوصا النهاردة في حتة زي الباسكت او اليد الحاجات اللي فيها احتقان كبير ما بين الالي والزمالك ايا دي الالعاب الشعبية اللي بتيجي خلفا لفريق كورة القدم يعني فالنهاردة ما بيبقى فيه كده يبقى فيه التزام فيه سماح للناس تخش تخش فيه ما فيش سماح للناس تخش ما تخشش النهاردة الناس دخلت والماتش النهاردة يعني بيستكملوه يعني الحقيقة القصة غريبة جدا بالنسبالي يعني اكيد مسؤولي نادي الشمس في التأويد ده حيوقفوا الماتش اكيد يعني هي مش محتاجة نباها ولو حصل كده وقفوا الماتش بتاحهم لان الماتش بتلعب على ملعب النادي الاهلي كل دي برضو معلومات كده في الهوى بنقولها انا مش عارف انا مش عارف الموضوع يعني لو ربما يخش مسؤول دولاتهم من التحاد السلة او من النادي الاهلي ويقول حاجات يعني جديدة يعني ننتظر ان شاء الله بإذن الله دخول اي حد على الموضوع ده عشان نكلمه على الموضوع بالتفصيل